تصرحات مهمة طبعا بعد المباراة وعايزة قف بقى عند دايما دي قلال جدا عند المدربين اللي بيعملوها ان انت بعد اما تكون خسران بتطلع تتكلم ما بتحملش بقى الاخطاء التحكمية ما بتحملش يعني ما بتقولش اي مبررات وهي اللي احيانا بنشوفها لكن هو اتكلم ان كان فيه صدمة وهي صدمة بالنسبة له في الدقيقة الاخيرة نادي الزمالك بيقاتل لاخر ثانية لاخر دية من اجل طبعا تحقيق الفوز بعد طبعا الخسارة من الوداد المغربي نادي الزمالك في مرحلة انتقالية زي ما قال اسامة نبيه المدير الفني المؤقت قال ان الزمالك في مرحلة انتقالية وكان الفوز النهاردة مهم ليه اكتساب ثقة او اكساب الثقة لاللعبين وقال نخوض كل مباراة على حدة وهناك اخطاء فنية ظهرت في الشرط الاول لكن اللاعبين بازلوا جهد كبير قال كان فيه روح في الفريف شرط الاول والروح القتالية كان ليها دور كبير في تحقيق الفوز برر مشاركة المسلوسي اللي عليه علامات استفهام كبيرة في ادائه قال بسبب عودة حزم امام لفترة غياب طويدي يعني بيقولك ان انا ما كنتش اقدر ادفع مع حزم امام من بداية المباراة بنشاري قال اللاعب يمتلك خصائص مميزة وصبر تعليل لانه قادر على صنع الفارق في اي مباراة وفي اي توقيت من المباراة ده كلامنا اسامنا به سريعا هاخد اخبارنا واخبار طرام نتكلم على الزمانك يمبرح ان الزمانك عمل اول اجتماع مجلس ادارة برئاسة مرتلة منصور واعلن عن تعيين احمد مرتلة متحدث رسمي وجمال عبد الحميد منصق ما بين فريق الكرة ومجلس الادارة على مقلد مدير عملي النادي احمد انور رئيس جميع الفرق الجماعية وقطاع الناشئين شريفة الفارمو شريفة على النشاط الاجتماعي احمد عدل رئيس قطاع السل ابنان الزمانك احمد جلال ابراهيم رئيسا للجنة القانونية امبارح برضو اجريت اتصال بمرتلة منصور رئيس ناج الزمانك نفى وجود مفاوضات مع معين الشعباني المدير الفني للمصر البورسعيدي في طبعا خلال الايام او الساعات المقبلة هيكون في محاولات من مجلس اقدارة ناج الزمانك لتجديد او تمديد عقد اشاب بن شرقي محمد ابو جبل اللي خلاص يمكن بشكل كبير اقترب من النصر السعودي بقول اقترب لان ما فيش اعلان رسمي من جانب نادي النصر السعودي وان كان كل المؤشرات بتقول ان محمد ابو جبل زي ما قلتلكم من اسبوع هو اصبح خارج نادي الزماني لكن علينا نتعامل برضو مع الامور بشكل رسمي كمان هيكون في محاولات لتمديد بقية اللاعبين والاستقرار طبعا على عدد على عدد من بقية اللاعبين هيكون خلال الفترة اللي جايه كمان او بنهاية الموسم في يمكن اربع او خمس لعبين هيكونوا خارج نادي الزمالك من بينهم وانا اللي بقول معلومة عندي حمزة المسلوسي ومحمد اونج اللاعب المغربي لجانب بعض اللاعبين لكن ما فيش استقرار بشكل نهائي لكن الزمالك استقر على المدير الفني وسيتم الاعلان عنه خلال 48 ساعة الزمالك استقر على اختار خلاص المدير الفني اللي نادي الزمالك وسيتم الاعلان عنه خلال 48 ساعة هنشوف بقى ماذا يخبئ يمكن حاولت ان احنا نعرف مين اسم المدرب او فيه تكتب من جانب ادارة نادي الزمالك برئاسة مرترى منصور وبالتالي هو المسؤول عن الاعلان من خلال الفترة اللي جاية ترجمة نانسي قنقر